السلام عليكم محمد و إياكم و أهلا و سهلا بكم في فيديو جديد ماوساته غيمينج المتوسط الذي من ضمن رينج 20 إلى 30 دولار عليه أقبال شديد من قبل المستهلكين و هذا يعود إلى سعرها لكن ماوساتها الفئة مو كلها بالمستوى المطلوب المصنعين يترسون الماوس RGB و يبيعون عنهم غيمينج و بواقع الأمر غيمينج لا يقتصر على RGB فقط إنما يتعدى إلى أمور كنوع السنسر والبولانج رايت والدي بي آي و غيرها من الأمور بدون ما نطول من القدمة أكثر خلونا نبدأ بمراجعة ماوس وحش من وحوش هاي الفئة Logitech G102 من أرخص ماوسات Logitech gaming الاحترافية إذا لم يكن أرخص ماوس من Logitech و جل يخط جوه الجaming الاحترافية و رفع للإنترو و خلونا نبدأ أهلا بكم أصدقائي مرتلوخ و خلونا نبدأ تجربة تفتح الصندوق بالنسبة لماوس Logitech G102 فهي تجربة عتيادية و رغم ذلك مستخدمين مواد تصاميم على الباكتجينك تحسك أنه الماوس راقي و منتج بريميوم في المنتجات اللي داخل الصندوق عندنا الماوس نفسه و أيضا لدينا دسخة و استيكال شعار Logitech التي تجد ترزيكها على الكيس عندك إذا حاب و كتيبي الرشادات أو المانيول انتقالنا على تصميم الماوس فى Logitech هنا اعتمد على البساطة بالتصميم و هذا الشي ما مستبعد معدهم حتى يوفرون من سعر الجهاز فأكيد ما راح تشوف انحناءات و بروزات مثل ما شوفها بالجي 502 و الطابعة العام و الشكل العام لماوس هو الطابعة التناظر بحيث من كل تلك الجانبين هم متشابه و هذا الأمر يخليك أنه تمسك الماوس باليدي اللي يمنى و ليسرى ما كو اي اشكال بس مع مراعات الأزرار الجانبية الزرار الـ Forward و Backward و بما أنه جبنا طاري الـ Forward و Backward فخلنا نتكلم عن ازرار شوية كل ازرار الماوس قابل إعادة البرمجة من داخل سوفتور الماوس نفسي اللي نحن نتكلم عليه شاهده شوية بالفيديو الزرين الـ Forward و Backward صار على الصفحة اليسرى من الماوس الأمر اللي ما راح يفيدك إذا كنت يصاوي خلوه أبالك نقطة حلو بالأزرار الجانبية الـ Forward و Backward انه ما كنت منتازة جدا بحيث ما توصل لهم بالغلط او دوسهم بالغلط او تدعب القيم وتفصلك عن القيم وبالنفس الوقت إذا حبيت انه ندوسه فدوسته سهلة وما يعطيها جدا قوة قوية حتى ندوسه شكل وتصميم الماوس ككل بالإضافة إلى وزنه اللي يبلغ 85 كرامب واللي هو تقريبا بالنص بين الماوسات الخفيفة والماوسات الثقيلة للوزن يجعل المزكة هذا الماوس مزكة مريحة بالاستخدام الطويل وعلى ساعات طويلة وخصوصا لأيديهم صغيرة إلى متوسطة الحجم البلد القواتي للماوس مقبوله خصوصا بالفيئة السعرية وخامات الماوس جيدة جدا وأكثر شيء عجبني ونقطة تحسب الى لوجيتك أنه لا يجعل ربر من الأطراف بعض الناس يعتبرها يميزة ولكن أنا أعتبرها سلبية لأنه إذا خليت ربر أو مطاط ستحشر بالأطراب فيصعب عليك تنظيفه الماوس يجيب لوني يعني اللون الأسود واللون الأبيض اللون الأسود خامة مالته ناشفة أو الأسود ناشف فما ستعاني من آثار الأصابع والبصمات على الماوس بعد الساعات طويلة من الاستخدام السكرول ويل أو البكرة مصطنعة من البلاستيك ومخططة بخطوط تجعلها من الصعب أنه تزحلك من إيدك ومن نفس الوقت من سنتره بالنصف مكان كل شيء عليه بحث أنه ملمسها وفرها أمر ممتاز جدا لا تعليق عليها الزرار الماوس الأساسية الليفت ورايت كلك لازم نتكلم عنها ونضطيها جزء من الفيديو فالليفت ورايت كلك أزرار ميكانيكية ولوجيتك مطلمان سنتين على الهاردوير والحلو أكثر بعض بالزرار أنه يمكن أن تدوسها من أي مكان من الدقمة نفسه بحث من الأمام من الخلف مثل ما تشاهدون هنا قدامكم وهذا صوت الماوس ما نقابل من الماوس بدون أن نذكر الرجي بي الرجي بي هنا عندك متوزع على منطقتين أساسية أول منطقة شعار اللوجيتك نفسه يضوي رجي بي المنطقة الأخرى صارع عبارة عن شكل ممتد على المنطقة الأمامية حول منطقة الرسخ أو منطقة المعصم ممتد عليها شريط إضاءة رجي بي التعليق الوحيد عليها أنه الرجي بي هنا مو أدريسي بي عبارة بس على ثلاث أضوية تطيق وهم الرجي بي بس مع ذلك هي 16 مليون لون تتحكم بالألوان من خلال سوفتور الجي هاب أحد هنا بقواتها هو السوفتور المدعوم من شركة لوجيتك إلى هذا الماوس بحيث أنه هذا السوفتور تقدر تتحكم به هواي أمور من الماوس نفسه تقدر تتحكم بالدي بي آيين وسألو بريسيتات بالدي بي آيين وتتنقل بها من زر الدي بي آيين نفسه الموجود تقدر تتحكم بالبولنغ ريت ماوس يدعم إلى الألف هرتز و هواي أمور تقدر تتحكم به السوفتور من ضمنها تقدر تسوي كوستمايز لكل دقام الماوس يعني تعيد برمجتهم و تسوي ماكروز على كيفك نقطة حسب إلى لوجيتك و كما ننسى أنه تقدر تتحكم بالر جي بي الموجود تقدر تسوي بريسيتات تقدر تخلي أنوان محددة ثابتة تطبيق هذا السوفتور المال لوجيتك جي هاب يحتاج لديوك خاص ينبيه هواي أمور من الشعب مستشعر الماوس أنه هو أبتيكال مابي ليازر يتراوح دي بي آيين من الفين إلى ثمانتالاف واللي هو رقم كبير هواي بولنغ ريت و ألف هرتز الكابل هنا طول ثين بوينت واحد متر و نوعية الكابل مقبولة و السلك رفيع جداً الأمر اللي مرح يكون لك وزن زايد باللعب لكن عجبني هنا أنه لوجيتك متمة بعد أقل تفاصيل بحيث راسية الفيشة اليو اس بي محفور عليها رمز لوجيتك كل أمور يعني حلو أما الآن ننتقل للسلبيات اللي أنا شفتها بالماوس فأول سلبية أنا شفتها أنه ما خالي لك أوزان إضافية للموس حتى زيد من وزنه خصوصاً أنه الموس خمسة وثمانين وزنه فالأمر اللي يعتبر على بعض الناس يعتبر قليل ولكن إذا لو الموس بالفئة المتوسطة فما نقدر نحكم عليها ونقدر نعاتب شركة لوجيتك عليها ولكن لو ضعي فينا أوزان فكانت حركة تقدر عليها لوجيتك الأمر الآخر اللي ذكرت لكم أيضاً اللي هو الارجي بي المو ادرسيبول هاي النقطة الثانية أنه عبارة عن بس ثلاث أضوية ثلاث لدات هي عبارة عن الارجي بي موجود بالماوس ثالثاً عدم موجود رجي بي بالسكرول ويل خصوصاً أنه هناك موسات بالفئة نفسها موجود بها رجي بي بالسكرول ويل أخيراً سعر الماوس وهل أنصح به سعر الماوس هم 27 دولار هل أنصح به نعم أنصح به وخصوصاً إذا كنت على بجد معين خلال ميزاني محددة أما إذا كان الميزاني عندك مفتوحة فأسعد الموديلات الأعلى من جدي 502 أو جي برو وغير من الموديلات الأعلى من هذا لكن رغم ذلك إذا هذا الماوس جبار ومثل ما قلت لكم بذلك الفيديو وحش من وحش لهذه الفئة المتوسطة اللي هي فئة 20 إلى 30 دولار اللي أنا أتسميها متوسطة أصح به بشدة لكل واحد يحب أن يشتري ماوس احترافي جايمينج تسألون لماذا قلت لكم جايمينج احترافي بذلك الفيديو؟ سأقول لكم لماذا؟ موضوع التراكينج أو موضوع أنه من تسحب الماوس السريع على الباد نفسه مثلاً أنا أحب أقل ال TBI وأحب أن أحرك الماوس السريع الماوسات الصينية لا تدعم هذا الشيء فلنفرض مثلاً أفرر الماوس إلى الإسراء أو الدي إلى الإسراء طبعاً أنا أكون منطق في الإسراء الماوس يلعب يقص عد فوق ينزل الجو أما هذا الماوس يتحدث هذه التجربة وليه أمر بتاحيت كل شوية مثل ما قلت لكم المسكة المريحة وهذا الشيء يعني يتخلي تجربة جايمينج رهيبة وصلنا إلى هنا لانت الفيديو إن شاء الله أعجبكم إستفاديته وإذا عندك أي ملاحظات كلها بقسم التعليقات الجو ونشوفكم على خير في أمان الله موسيقى موسيقى